السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نقترح هذا السيجي بالنسبة للزيلاف دولة ثوازياماني بخيمة سوف نلتب هذه الكلمات لكي نكون جملة سوف نقوم بخيمة أمي تلمير يعرف كلمة أمي هنا عندي أمي صديقة رهيم بالأ عندي ميمي تعرفوا على هذا الشخصية في الكتاب المدرسي هدرنا على ميمي عندي أ لي هو الفعل وعندي إن اللي هو الديترمين تلمير إلا رغم ولا في القسم كيفاش يرتب الإفخاس أو يرتب لي مو باش يتحصل على جملة غادي جيه هاد التمرين يكون سهل احنا تعودنا في القسم التلاميذ يعاودوا يكروا يعني بعد الأستاذ الجمل الإفخاس يطلحوا مثلا عليهم أسئلة ولا يقولوا مثلا في الاسينات مش راك تلاحظ يقول لي كده 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 احنا نقوموهم ونعطوهم يعني إبن إفخاس يكروها إذا يعني هذا التمرين را يندار ولكن يندار بطريقة يعني الشفاهية يعني ما نكتبوش في الكراس أو في الصبورة ولكن رانا نقولوه إذا باش يصرف أو باش يرتب هو هاذ الكلمات غادي نبدأ بميمي إذا ميمي رقم واحد ألوغ ميمي أ ميمي غو دو معناها تملك واش تملك ميمي؟ ميمي أ اون رقم ثلاثة امي رقم ربعة داكور هو غادي يكتبها هنا ميمي ا اون امي نفوتوه للتمرين الثاني هنا رقم يعني انتوغ لسيلاب رقم ثلاثة اونتوغ لسيلاب واش عطاوني عطاوني انتبرو لهو الجدول أعطوني لسيلاب تو أعطوني لسيلاب دو وأعطوني لسيلاب غي هو لأسل الكلمة التي أعطوها له يلبق انتوغي معانتها يحوط على السيلاب الموجودة هنا عندي طومات أمي هناك دو سيقوم بتشغيل وشكل ذو نفس الشي هناك رو وثلاثة او ثلاثة وثلاثة مبالي بالتمرين الثلاثة هناك كولورية كولورية لانا نضع الألوان في الأسينة اخرى يقوم بزرقة يستخدم الألوان تكون الأزرق يستخدم الألوان يستخدم الألوان يستخدم الأحمر يستخدم الألوان ويستخدم الألوان سوف نذهب إلى الثمارين الرجوع 3 كمبليت بأم و أم نفس الشيء هذا التلميذ يتعني رهندير كيفاش نعلم التلميذ باش يستعمل لديترمينو الأم و الأم قلنا الأم خاصة بالمسكولن والأم خاصة بالفيميناء أعطيناهم كلمات مثلا غوص غوص ألو غهية الوردة سيستعمل أم سيكتب أم هنا أعطوني غوبيني ألو أم غوبيني أعطوني فاش أم إلينا رقم خمسة ألو كمبليت بأم و أل هنا تلميذ رهنديرون الدرس لما يعود السيجين تاعه يعوده ببخونون السيجين أعلمناهم الضمائر الإل و الأل الإل لي هو و أل هي هنا أعطوني ليا غغات لاتت لاتلي عفوا ليا غغات لاتت شكون هادي اللي رهي تفرج في التليفزيون هي ليا إذن ليا غادي عودها هو بأل أمين أي من أمي أمي أي من أمي أمين هو صديقي إذن كي يمون أمي أمين أمين هو سيجين سوف نعوده باش يعوده بإل أمين هو سيجين لا أمين هو سيجين يتخلص إذن ليل ليل لأمين هو طوغط يستعمل لأمين هو طوغط أو لا أمين هو طوغط لا تختجوا لأن هذه الكلمة سأخدمها نفس الشيء بالنسبة لكلمة لي يقول للي ولا لا لي آخر التمارين هو الكود كورسيف يعني التلمير يتدرب على كتابة الجملة عن طريق الكود كورسيف يعني يحولها من الكود سكريبت الكورسيف الكتاب الموجودة في الكتاب إلى الكتاب الموجودة في الكراس سأعطوني نادية إي مونامي سيكتب نادية إي ما إي مونامي هذا هو التمارين أو الاختبار المقترح لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي إن شاء الله يكون تمريد هذا يكون سهل عليهم أم وتقدر أنت كأم تخدمي مع الإبن بتاعك يعني هذا نموذج يعني يوجد الكثير من التمارينات والاختبارات والفروض التمارين تلميذي تدرب عليه ويشوف المكتسبة تنتاعة كيف يوظفها في هذا الاختبار إن شاء الله يكون أفدتكم إلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا